موسيقى شاهدين الكرام أصعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مثير للجدل أعلنت وزارة التربية الوطنية حديثا عن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة للأسر هذه المرة سيتم توسيع الاستفادة من برنامج تيسير وتحويلاته المالية ليشمل كل أسر تلاميذ وتلميذات السلك الابتدائي في العالم القروي وكذا تلميذات وتلاميذ السلك الإعدادية الثانوي في القرى والمدون شرط توفرهم على بطاقة رماد سارية المفعول برنامج تيسير لمحاربة الهدر المدرسي وبرنامج المساعدة الطبية رماد وبرنامج تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامة وصندوق التكافل العائلي ودعم وتحسين ظروف تم درس الأطفال في وضعية إعاقة كلها سياسات وبرامج تقول الحكومة إنها تسعى لدعم الفئات الهشة والفقيرة وهي دليل صاطع على سياستها الاجتباعية أما المعارضة فتقول إن ما يصل إلى الفقراء من دعم مالي مباشر هزيل والإجراءات الإدارية المفروضة للاستفادة معقدة وتعجيزية أحيانا أخرى فهل تحقق السياسات الاجتماعية وبرامج الدعم المادي المباشر أثرا إيجابيا على واقع الفئات الهشة فعلا؟ هل تكفي المبالغ المرصودة لتوفير خدمات اجتماعية ذات جودة؟ وهل يحفظ الدعم المقدم في إطار برامج الدعم الاجتماعي كرامة المواطنين في وضعيات الصعوبة والفقر والهشاشة؟ تتساءلون عن برامج الدعم وقيمة الدعم المالية؟ الجواب في مؤثر محمد المجدوب نبدأ النقاش مباشرة بعده أهلا بكم تعددت في السنوات الأخيرة البرامج الموجهة لدعم الفئات الفقيرة والهشة في المجتمع ومن بين أبرز هذه البرامج نظام المساعدة الطبية رماد تفعيل هذا النظام بدأ منذ 2012 بغية تمكين ثمانية ملايين ونصف مليون شخص معوز من الحصول على تغطية صحية أساسية غير أن هذا الرقم ارتفع مع مرور السنوات ليصل إلى نحو 12 مليون شخص بحسب أحدث أرقام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التعليم انطلق منذ 2008 العمل ببرنامج تيسير الهادف إلى مكافحة ظاهرة الهدر المدرسي ويقدم هذا البرنامج تحويلات مالية للأسر المعنية شريطة مواظبة أبنائها على متابعة الدروس وتتراوح قيمة الدعم بين 60 و 140 درهم للشهر حسب مستويات الدراسة وقد جرى برسم الموسم الحالي توسيع نمط الاستهداف ليشمل جميع أسر تلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي وكذا أسر تلاميذ السلك الاعدادي بالوسطين القروي والحضري شريطة التوفر على بطاقة رامد وتستفيد من الدعم المباشر أيضا النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى منذ 2014 وتبلغ قيمة الدعم 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم دون الحادية والعشرين من العمر شريطة متابعة الدراسة أو التكوين على أن لا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما للأسرة الواحدة شهريا وبنفس قيمة الدعم وسقفه يقدم صندوق التكافل العائلي منذ 2012 تسبيقات برسم المبلغ المحدد للنفقة للأم المعوزة المطلقة وأطفالها وذلك في حال تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو غياب الأبي أو إعساره وقد جرى مؤخرا توسيع الفئات المستهدفة لتشمل مستحق النفقة من الأبناء سواء كانت العلاقة الزوجية بين الأبوين قائمة أو منحلة شريطة عواز الأم وكذا الأبناء بعد وفاة الأم والأطفال المكفولين والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة برامج أظهرت التجربة أن تطبيقها ما زال يواجه تحديات عديدة تبدأ من طريقة الاستهداف ولا تنتهي عند المردودية المرجوة منها مشاهدين الكرام لمناقشة هذا الموضوع يسرنا كثيرا نرحب هنا في الستوديو بالأستاذ مصطفى الخلفي الوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدة خلفي مرحبا بك مرحبا يسرنا أيضا مشاهدين الكرام نرحب بالأستاذة سعيدة أيتبو علي وهي رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب وهي عن حزب الاستقلال عضو اللجنة التنفيذية الحزب الاستقلال سيدة سعيدة أيتبو علي مرحبا بك مرحبا بك وبيت ويوفك أهلا بك إذن أستاذ الخلفي مع الوزير لو نبدأ معكم منذ عدة سنوات بدأت هذه البرامج رمد صرف مستحقات الأسر فيما يتعلق ببرنامج تيسير برنامج المطلقات برنامج الأرامل فيما يتعلق أيضا ببعض الأشخاص في وضعية إعاقة اليوم هل أنتم راضون على ما يصرف لهذه الفئات؟ ولن الطموح الذي يؤثرنا كبلد تحت قيادة جلالة الملك هو إقرار عدالة اجتماعية شاملة طموح مواجهة تحديات لأن هناك إشكاليات اجتماعية هناك فئات هشة هناك فوارق مجالية هناك ضواهر لا يمكن القبول باستمرارها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي اليوم بلدنا اختار أن يتجه إلى إقرار حماية اجتماعية لهذه الفئات أن لا نترك أي مغربي بدون دعم بدون رعاية وبدون حماية هذا هو الطموح واشوصلنا ليه؟ لا طريق ما زال يعني ما قد طويل لأنه مثلاً عشرة ملايين مغربي خارج تغطية صحية هذا معطى لا يمكن أن نجهله لكن البدايات والجهود التي بدلت في هذه العشرة سنوات الأخيرة وتصارعت في هذه الخمس سنوات الأخيرة من 2014-15 إلى الآن جهود وازنة ومعتبرة ونعطي ولها آثار لها وقع برنامج تيسير اللي هو الدعم المالي للأسار هذا في عهد الحكومة دي الأستاذ عباس الفاسي وتصارع باش اليوم ننتقلوه في هذه السنة من 700 ألف إلى جج المليون ومئة ألف ماذا؟ مع جج المليون شخص؟ جج المليون ومئة ألف تلميذ طفل هذا العدد من ناحية المالية يعني أن الميزانية ستنتقل من 500 مليون درهم إلى جج المليون درهم وزيادة لماذا تطبق في حوالي 400 جامعة؟ الهضر المدرسي تقلص بحيث المعدل الوطني 1% المناطق التي لا يوجد برنامج الدعم المالي المشروط للأسار لكي يقرروا لذاتهم ماذا كانت النتيجة؟ الهضر المدرسي تقلص بحيث إلى 37% بمعنى لاحظنا أنه لديه أطار نعم الدعم يتعزز ويتقوى ولكنه بداية الدعم للأراميل الآن في حيث نطلق 2015 الحمد لله 155 ألف يتيم هذا دعم مالي مباشر كي يوصل لهذه الأطفال هو أفضل من حيث القيمة المالية لأنه تقريباً ثلاثة المرات القيمة المالية ديالتي سير وعنده واحد دعم اللي كيمكن الأراميل وكتعرفوا القصة ديال الواحد السيدة صباح الصباح الزوج ديالة توفى ما عنده تشي دخل شنو غادي تدير ما عنده تغطية صحية خاصة اللي كيكونوا في مهان حرة ووجارة وهذا عنده وقع تكافل عائلي اللي هو مشروع قديم ولكن من ناحية العملية التطبيقية بداية 2012 اليوم سبعة واسسين ألف طفل قاصر السفد 12 مليار ديال السنتيم هذا إجراء عنده وقع إجمالا هل أنتم راضون كحكومة لي رجاء حتى نتقدم السؤال السؤال وهو أنا اللي ممكن نقول لك المغرب واللي الحمد نخرط في السياسة ديال دعم الفئات الهشة والفقيرة الرماد اللي احنا كنت حدثوا عليه السجده قدمت قرار البرلمان كشف بأن أصحاب الأمراض المزمنة جوج المليون ديال العملية ديال الكوشوفات والعملية السيشفائية اللي يستفدوا منه جوج المليون ديال الأشخاص بلاس بعد المليون ديال كشوفات الخارجية ككل هذا شي عنده وقع وبالتالي أنا بالنسبة إليه كان أعتبر بأن المغرب اختار واحد طريق ديال العدلة الاجتماعية واللي آخر إجراء وهو السجل الاجتماعي الموحد وسنعتمدنا مشروع القانون دياله ولا يمكننا ليس نوصل الدعم لكل الفئات المستحقة وسنفصل في البرامج واحدا واحدا سيدة سعيدة بمعنى أن الجواب على السؤال ديالك ليس أبيض أو أسود لا الحمد لله تنقل خطوات ولكن الهدف ديالنا هو أن نوصله لكافة المغاربة سيدة سعيدة أيتبو علي هل بالفعل تجدون أنتم كمعارضة أنتم كأحزاب سياسية تتواصلون مع المواطنين في المغرب العميق في المناطق الهشة هذا الوقع الذي يصفه معلي الوزير لهذه سياسة الدعم لهذا الدعم في تيسير لدى الأرامي لدى المطلقات لغير ذلك نعم أولا لا بد أن ننشره بأنه المغريب يدخل في واحدة الدينامية من الحقوق الجديدة للإنسان وخدم مبادرات وهناك التزامات ومنها هذه التنمية البشرية ومنها الحماية الاجتماعية ووسائلها فيما يخص هذا العمل الكبير والجبار والمتعدد يجب أن يكون الوقع دياله على أولا تصنيف ديال البلاد فيما يخص تنمية البشرية وتانيا على الحياة ديال الناس ويوصل الهدف اللي كان تمنوا فيما يخص تصنيف ديال المغريب تقرير ديال الأمم المتحدة صنف المغريب في المركز 123 على مستوى مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة وكان نجيب في المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط هذا كي خلينا نطرح السؤال هذا المجهود كله هو اللي كان بدله والوقع دياله اللي من المفروض يكون أولا على تحسين المؤشر ديال التنمية البشرية للمغريب وتانيا على الحياة ديال الناس ما وصلنا ليش إذن علش ما وصلنا ليش طيب بالنسبة لبرنامج كبرنامج تيسير مثلا الحكومة تقول لك بأنه لم يكن شيء قبل أن يحدث هذا البرنامج تيسير في قرى فقيرة جدا الساكنة تمنع أولادها من الذهاب إلى المدرسة حينما تم تخصيص مبالغ مالية لهذه الأسر على أساس شهري أو دوري شريط التمدرس أبنائها انخفض الهدر المدرسي ب57% ارتفع معدل العودة إلى المدارس ب37% هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقول في تقاريره وزارة التربية الوطنية تقول في تقاريره صحيح هذا واحد المعطى ولكن هناك تفاصيله هذا الدعم تيسير كيف يتوزع في القرى لا يوجد معطيات أخرى معينة القرى التي موجودة في السهل لا شيء هي التي موجودة في الجبل لأن الذي في الجبل سيطرح المشكلة تنقل سيطرح المشكلة تغديد الأطفال لأنه سيخص يضل تمكي سيطرح أمور أخرى ففتلي الدعم بلا مواكبة ديال أمور أخرى ليس هو بوحده اللي كافي باش يمكن لنا نحقه نسبة معينة ديال تم دروس برأيك غير فعال؟ هذا البرنامج غير فعال لا يحقق وقع؟ هذا البرامج كله هي ديال الحماية الاجتماعية كين فيها واحد الخلال هذا الخلال كما قلتو رشار له المجلس الاقتصادي والبيئي وكذلك المجلس الأعلى للحسابات وعلى أساسه أيضاً صاحب الجلالة في الخطاب دياله قال لا بد من إعادة النظر في هاد البرامج ديال الحماية الاجتماعية لتبطيه فين كين الخلال؟ لأنه المقاصد مزيانة النية مزيانة ولكنني ما كان نوصلش لهذا كشي لأنه كين خلال معين الخلال كين في استهداف واحد ذلك أنه كينين الناس في برامج أخرى بحل رامد ناس اللي عندهم وسائل ديال التأمين أخرى وكي يستفدون منه فيما يخص أيضاً تيسير فيما يخص تيسير كيمحدود في مناطق معينة ما شيف كل شيء المناطق وفتاني ما شيف كل شيء يستفد منه هذا من جه حجم هذا الدعم بالقياس الهاشاشة والفقر مش غير الهاشاشة والفقر نتحدث عن ستين درهم للمستوى الأول والثاني سأشألك معادي الوزير من ستين درهم إلى مئة واربعين درهم ستين درهم مئة واربعين درهم هي شنو بالنسبة لي هذا هو السؤال ستين درهم شنو يمكنه تحقق له كأب شنو غدين لهذاك الولد ولا عاديك البنت طيب أولاً القيمة المالية تحدثت في الوقت السعب بس الفاسيه وفعلاً خلصنا نراجعها خلصت تراجع مراجعة حقيقية ولهذا فاش قررنا في الحكومة السابقة الدعم ديال الأراميل درنا 350 درهم وسقف 1050 درهم في الحكومة الحالية فاش قررنا رفعه الدعم فاش راجعنا نظام ديال الدعم ديال التكافل العائلي واللي كان فيه إصلاح طموح طيب رفعناه الألف وربعمية درهم فعلاً القيمة المالية ستتراجع وتتعزز ولكن رجع معك الإشغال نحن اليوم السياسة المتبعة ما هي هي الشغال على واجهتين الواجهة الأولى هو إحداث نظام وطني كي يمكن من الاستهداف كي مشارط الأستاذة نوصلوا نعرفوه الناس المستحقين الدعم بش نوصلوا لهم وهذا هو السجيل الجماعي الموحد وهذا عمل اللي يبدأ وراء الحكومة الصادقة على مشروع القانون ويمشي للبرلمان يكون سجيل اللي غد يمكننا من جميع هاد مختلف أنواع الدعم تنصيق بين البرامج باش أنا ذاك كيمكن يكون واحد دعم معتبر من ناحية المالية ويوصلوا لحدة الواقع في برنامج كبرنامج تيسير عفوا أنا أريد أن نذهب برنامج برنامج في برنامج كبرنامج تيسير وقد نرجع إلى النقطة التي تريد الإشارة إليها مسألة الدعم من 60 درهم إلى 140 درهم يقول البعض بأنها لا تعني شيئاً ولا تغير شيئاً من واقع الحال لأسرة لها أبناء ولهم متطلبات أولاً الجواب هو على الأرض العالم القاروي أنا اليوم تلقيت رسالة مؤثرة من منطقة قاروية في وضعيات صعبة وكيف الناس يعني في حالة تعبئة من أجل استفادة من هذا المشروع لأن المشكلة التي كان عندنا في السابق مهو أولاً أولاً أربعمائة جماعة على ألف وخمسمائة جماعة هي التي تستفد تلقى منطقة قاروية أربع جماعات على خمسة وعشرين جماعة هم التي يستفدون أقل من ثلاث والتي يستفد من الجماعات الترابية اليوم تم توسيع ليشمل كافة الجماعات ها واحد جوج من أجل حل المشكلة للإستهداف دلنا المعيار للتوفر على بطاقة الرميد النظام لمساعدة طبية هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي أن الوقع هذه القيمة المالية اللي هي ضعيفة والتي نبغي مراجعتها وتطويرها وعطيتك ميتان هناك نية لدى الحكومة أن ترفع هذه المخصصات هذا بين التوجهات الرفع المخصصات لماذا؟ لأنني أعطيتك مثال حي وهو فاش بغينا نقرر الدعم للأراميل لا نستطيع أن نستطيع درهم على كل طفل في البتداء نستطيع أن نستطيع 350 درهم ولماذا لم ترفعوا تيسير 350 درهم للطفل؟ إن شاء الله هذا توجه اليوم نستطيع أن نستطيع الإجراء لا تسمع جيدا انتقلنا من 700 ألف طفل الجوج للمليون ومئة ألف طفل هذا دعمالي مباشر صندوق التكافل العائلي كان في السابق يا الله الأمهات المطلقات تعدوا 30 ألف طلب التي توضعها اليوم ضفنا لي الأمهات المهملات المرأة لا تتلقى الرجل لا تتخلى عليها وتبقى عند الوليدات هذا ضفنا دعم وخصصنا دعم حتى الأم وهذا أول جديد حتى وصلت 1400 درهم أيضا هذا النظام الدعم المنح الجامعية لا نرى اليوم بأنه في 2012 كان عندنا 180 ألف طالب لي كتسب من المنح الجامعية ذا بعدنا 380 ألف طالب تزادت بش حال 200 ألف وزدنا الدعم لتكوين المهني المنح الجامعية لتكوين المهني 60 ألف بمعنى أن المجموع من 2012 لا تتحدث عن العدد لا تتحدث عن العدد لأنه سنويا تزاد العدد هذا واحد العدد قار لا يمكن أن تزاد عدد واحد العدد لا ونبقى ونقوله راهزنا لا نقوله على شحال من طالب ولا على شحال من مستدف أنا أكثر من ذلك المنح الجامعية من سبعينات حتى 2012 ما عمرت تزادت في القيمة دياله زدنا 50% من القيمة المنح الجامعية هذا الإجراء الأول ولكني ما كيستفدوش منها جميع الناس وكلمين الناس اللي الأباء ديالهم كل شدوا غير السميق وما كياخدوا هاشي وعندي ميل فتنة نائبة برلمانية عندي ميل فتنة لس محتلية لس محتلية نكمل ومن بعد درنا واحد الإجراء مهم لأن القينا شي ناس كي تلاعبوا كتلقى إنسان عنده دخل مالي كبير وكي يستطع بوطرقين معينة أنه يحصل على المنحة شنو درنا قرار ديال نشر اللوائح بحيث نظرت مؤخرا تزنيت في اللقاء مع المجتمع المدني وجا عندي واحد قال لي القينا واحد اخذ المنحة ولا يستحقوها وتم التبليغ عنه وأنا من هنا أي واحد ترصد الملفات اللي عندك لا لا أريوم لأن أي واحد تم التبليغ عليه قد تسحب له المنحة وقد تعطى لأبناء الفقراء طيب 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 سولتني واحد السؤال للعدد أنا نجاوبك عليه نجاوبك عليه الآن ولي الله الحمد وصلت على المسلوق ما بين 72 حتى الثمانين في المئة من الاستجابة للطالبات ديال المنحة هذا الشيء لأشغلت لك نحنا الآن في البداية قطعنا خطوات مهمة بالمقارنة هذه واحد العشر سنوات ولكن ما زال الشوط بحيث رجاء لا هذا الفكرة لا نكمل السؤال للأخت عن الملاح الجامعية باختصار فستطعنا نوصل إلى الاستجابة لحوالي 75 حتى الثمانين في المئة من الطالبات هذا من حيث العدد ديال طالب المنحين كنا في مئة وثمانين ألف ولينا في ربعمائة واربعين ألف هذه زيادة بحيث ضعفنا العدد ديال الممنحين واش هذا مشيد عمالي مباشر على شحل العدد هذا سؤال جميل على شحل العدد على شحل العدد رجاء المعلي لا يبدو لا 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 عدد طلب اللي كي وضعوا طلبات ديالهم وكيكونوا مستحقين وفق المعايير اللي كي نفر المرسوم عدد نسبة الاستجابة والطلبات ديال الناس اللي فيهم المعايير كتوصل حتى الثمانين في المئة طيب رجاءا معي الوزير رجاءا رجاءا سيد سعيدة سيد سعيدة إخواني رجاءا معي الوزير رجاءا فقط أريد هذا النقطة أن نوضحها أنت طرحت سؤال مهم جدا أليست الوطير التي تسير بها الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين سواء تعلق الأمر بتيسير أو بمنح الطلبة وغير ذلك دليل على أن دينامية توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة تثير بسرعة قياسية قياسا إلى الولايات الحكومية السابقة أولا هذا التدابير الحماية تدرت منذ البدء على أساس كل بالتدرج بالتدرج الذي من العناد يلوه مش تقصير في أدائها ولكن بالتدرج الذي يعني استفادة من تجربة شنو اللي يمكن تعطيه واللي يمكن نقومه الوزير قال لك بأنه في حكومة عبدالسل فاتي كان دعم برنامج تيسير 60 درهم لما أتوا هم أعطوه 350 درهم في الأرامل وفي الأرامل العائلي تفضل اللي تجيب على هذه المفارقة واتح لك الفرصة تفضل سيدة سعيدة فيما يخص تيسير باقي هو والعدد اللي قال لك سيدة الوزير فيما يخص أيضا بالنسبة للقيمة اللي كينا هذه القيمة اللي كينا لا هدي ولا هدي هديك 1050 درهم وخصنا نقوله واحد الكلام فيما يخص هذا الدعم المخصص للأرامل أولا المسألة الأولى رغم ما معرفش به ثانيا أنه مدير لي واحد المجموعة ديال الشروط التعجيزية اللي كتخلي الناس بهذاك البيروقراطية وهذاك العدد الوثائق مديروش لأنه شرط إذا غادي تاخدوه ما تكون كياخد دعم آخر يكون ثلاثة ديال الدراري ويكونوا كيقرب وما تكون شهية عندها شي مدخل آخر شي حاجة شي تأمين إلى غير ذلك النتيجة غادي مخلوهات بقا تشد ديك 1050 درهم هذه 1050 درهم فرقها لي على ثلاثة دلوليدات وعلى مره فرقها لي شنو غادي تعطي أليست أفضل من لا شي هذا وإذا نقولوا لا شي نقولوا لا شي وما نقولوا شي رحنا نعاونه الناس لأن هذه على كل أطرح السؤال بشكل مختلف بالنسبة لكم كمعارضة للإمكانيات المطروحة للحقومة في أي مستوى ينبغي أن تكون مثل هذه التعويضات أولا أهم حاجة أخصنا نديره الآن بعد موقفنا على أن هناك اختلالات هذا الفلوس هذا الفلوس إذا ما صحنا شي ديك الاختلالات اللي منها الاستهداف اللي منها التنصيق بين المتدخلين اللي منها الشفافية اللي منها يكون واحد شباك وحيد واحد شباك ماشي شباك واحد قاعدة بيانات واضحة قاعدة بيانات واضحة كي يمكن جميع الوزارات المعنية تشوفها إذا اسمح لي مازال ما كلمتشي يمكن إن جميعنا هذه الخبية ولكنني ما غير يحتفظنا شي وصلنا لذلك الشي اللي بغينا له ولذلك اللي مطلب الورش الحالي اللي كاين رأس سيد وزير الحكمة دير واحد ندوى هذيك ندوى على هذا هذا سجل الموحد للنظام ديال الحماية الاجتماعية في رماته في رماته سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي على المرض وغير ذلك أو فيما يخص الدعم الموجه في إطار إما رمات الصحة أو فيما التعليم أو ما إلى ذلك إذا إحنا يا باش متبقاش يتكرر لأن هذا اللي مهم بعد التجربة الآن وصلنا للأعطاب هذيك الأعطاب كيخص الآن يتفتح فيها واحد نقاش وطني وكيخص نوصله الواحد لأمه طيب رجاء معي الوزير سيدة سعيد دواءة بوعلي نأخذ هذا الفصل القصير مشاهدين الكرام ونعود نواصل معكم شاهدين الكرام أهلا بكم من جديد إلى برنامج مثير للجدية سيد الوزير هذا الحديث بشأن سياسات الدعم المباشر للفئات الهشة لنقول تعتوره الكثير من الإشكاليات ما يتعلق بالاستهداف ما يتعلق بالتعرف به كون العديد من الفئات الهشة لا تعرف بوجوده أصلا الأستاذ سعيدة يتبعي تقولك هذا يفسر أيضا أنه منذ سنوات وأنتم تنفذون هذا البرنامج ونحن أيضا نراوح مكاننا في المرتبة 123 على مستوى السلم التنمية البشرية كما تعلنه الأمم المتحدة نجاوبك بسرعة على هذه القضية لا رجع تلك القرارة للأمم المتحدة للتنمية البشرية وشتيبه معايير لكي يعتمد على الترتيب أتلقى واحد جوج معايير أساسية المعايير ديال الدخل الدول اللي عندها البترول فشكي قسموا الدخل ديالهم على عدد الساكنة كي يرتفع الدخل الفرد هذه الدول ليست كثيرة 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 وليست بالسهلة ثم ثانيا هذا واحد المعطاء ينبغي أخذه بعيد الاعتبار واحد من المعايير التي تضعف ترتيب المغرب هو معدل سنوات تمدروس بالنسبة لعموم الساكنة المتوسط متوسط سنوات ديال التمدروس هذه السنوات التمدروس في المغرب هي 5.5 سنوات لكل مواطن لكل مواطن نحن لدينا عشرات المليون ديال الأمية بمعنى عندهم صفر سنوات المعدل في العالم هو السفة صلة 5 سنوات هذا المعدل ديال الدول المشابهة لنا الدول المتقدمة 12 سنة أي معدل سنوات ديال القضاء مدام ما استطعنا نقضيه على الأمية دائما فاش نقسمه عدد الساكنة على سنوات تمدروس تبقى عندنا المؤشر سلبو وبالتالي لا يمكن بها أن نقص وضعية تنمية ما يمكننا بها أن نقص وضعية تنمية وإحنا هنا عايشين في البلد إحنا كنشوفه بعينينا فوارق الجمائية الصارفة بالنسبة للاستهداف لسا كنا لا تعرف بهذه البرامج إذا سمحت كنا دوال في العالم داخل الفردي ديالها أقل مننا ومع ذلك يأحسن مننا في مؤشر تنمية يأحسن ما عندها لا في طرور لولو لا سمحت لي لما نقاطعكش يا للا لا لا نقاطعك نحن نتفاعل مع نحن نتفاعل مع لا نقاطعكش لسبب البسيط هو أنه نحن نتسع له عنصورين وقلت واحد العنصور تاني اللي هو عندنا في الرصيد نحن في 2012 جينا لقينا المعدل ديال الأمية في المغرب بحسب الإحصاء العان يفوق 33% هذا معطى 33% من الساكينة في 2012 جينا في العكومة دا بسطا عنا نقصه بواحد الخمس نقاط جميل والبرنامج اللي عبقنا لي السنة الماضية 400 مليون درهم مع 4000 جمعية باش نستهدفو 800 ألف أمي هو بإذن الله أي ممكننا باش نقصه الأمية بعشر نقاط بالنسبة لهذا البرامج رجاء نريد أن ندخل إلى طميم الموضوع رجاء سمح لي واحد تضيح لا بدأ من نور هذا كل نقص ديال الأمية اللي بدأ من 2012 فلأنه بدأت البرامج بعد ديال دعم ديال تم دروس جميل 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 سيدة سعيد لا أريد أن نذهب إلى الأمية نريد أن نركز أكثر في البرامج الدعم لا طرحتي واحد سؤال كانت هذه مناسبة لتوضح لأنه كان عاملين كيف سروا واحدة وضعية معينة حاولنا نشرحهم ولكن بالنسبة إلينا احنا ما محتاجينش للأمم المتحدة باش تقولنا الوضعية نحن الوضعي نحن الوضعي إننا عارفين وعارفين الإشكالية الفقر وإشكالية القدرة الشرائية والإشكالية الأمية والإشكالية الفوارق اللي كينا صارخة ما بين مناطق قروية وجبالية وما بين ناس اللي كيلقوا مازال مشكلة في الطريق وفي الضوء وفي الماء وهي التحديات اللي احنا حقنا أمامنا وكنواجه فيها خطوة خطوة وهذا السبب فش تحدثي على تسير تحدثي على المنح الجامعية تحدثي على التكافل العائلي اللي كنا التزمنا أمام المغاربة قلنا اليوم سنسعوه لكي يشمل الأمهات المهملات اللي اللي لم ينطلق ولكن الرجل تخلى عليهم والحمد لله واتصدق على القانون واخرج المرسوم ويستفدو كما التزمنا باش المغاربة اللي كمشي تكون المهاني بالبكالوريا يأخذوا توم المنحة بحالهم بحال خطهم اللي كنيف الجامعة وفينا بها وبدأت رغم الصعوبات أريد أن أستوضح منك نقطة في هذا النقطة تحديدة مسألة الأرامل ومسألة المطلقات عدد المستفيدين والمقرارات القضائية التي تنفذ هي لا شيء مقارنة بالواقع قليلة جدا جواب بسيط دعم الأرامل بدأت حملات تواصلية ولهذا العدد للأطفال اليتامة التي يستفدوه وصل إلى 155 ألف يتيم هو قليل جدا ولكنه ليس بالسهل طيب لا يمكن أن نستهن به لأنه في 2012 كان يجاق لكم قال لكي يحارب هذا الشي هذا ريع انتخابي وهذا كان يحاول يتحجم على هذا الإصلاح هذا اليوم 155 ألف طفل يتيم وهي بداية القضية الأخرى التي يشترسل هذه المقرارات القضائية الإصلاح الذي تزد العامل القانون التكافل لعائلات ما كانت النتيجة؟ قلنا من المطلقة من الكتاب الضبط مباشرة كيف يعمل العملية تنفيذ ثانيا عدد الوثائق التي يأتي تختزلنا في وثيقة واحدة ثالثا لم يكن فقط هي الأم المطلقة أو تحتى الأم المهملة ثم رابعا نضع دعم خاص بالأم لما كانت حالة 35 سيدران نسمع رأيي المعارضة نسمع رأيي المعارضة بهذه النقطة أرجع لسبعة ملايين أسرة مغربية طيب واضح باش تمند البطا ميتزاج فيه طيب وهذا أيضا شكل من أشكال الدعم المباشر شكرا جزيلا لك معي الوزير هذا الدعم المباشر لم نلمسه في الحياة ديال الناس نهائيا لأنه غير كافي كي بغير حاجات أخرى كان عمد نأكد بأن مسألة ديال تم دروس ديال الفتيان والفتيات في القرى ما هي شف ديك ستين درهم بوحدها بل أشياء أخرى هي بنية اسمح لي هي بنية الاستقبال هي المدارس سكون مجهزة هي المدارس سكون قريبة ميدربوش تلامد 15 كيلومتر وتلميدات هي تكون فيها مرافق صحية هي ما يكونش تلميدي الدمعة خبيز ويبقى يأكله عند الحياة ولذلك شنو اسمح لي نبدن هذا الدعم كله ما كيساوي والو بالنسبة للطفل المغرب في يونيو 93 صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفهذا الأمور هذي كله يرى داخل الطفل وليس فقط أنا أسألك سؤال واحد عن المعارضة رجاء سيدة صعيدة غير هذي غنة غنكم من لك هذي هذي كلفة ديال مين هذي يعاند شاملة للأطفال واليتماء بالنسبة للناتج الداخلي الخام وخاصة للأطفال هي دون مستوى دول أقل من نحن طيب أنا أريد أن أطرح سؤال فقط لماذا البرلمان نقول لك أنه نقول واحد الحاجة نقول كين واحد لكن لماذا في البرلمان المعارضة لا تقيم الدنيا وتقعدها على مثل هذه الأسئلة مثلا قيمة التعويضات لماذا لا تقفون أمام الحكومة وتشترطون رفعها في قانون المالية لماذا النقاش يتركز أكثر على تضريب المشروبات السكرية ولا يتركز على رفع المخصصات هذه الصناديق الاجتماعية ومن قال لسيادتكم بأنه ما كانت شي هادش هذا كله كان في النقاشات اللي كانت في الليجان داخل الليجان وأيضا طرحت تعديلات في هذا الباب طرحت تعديلات في هذا الباب وفي أشياء أخرى سمح لي طرحت ولكن لما كانت جيت لا سمح لي كينة كينة سمح لي أنا عندي قطاع اجتماعي أنا من الحزب التي تقدم بمقترح رفع هذه التعويضات المقترحة شيء آخر لما كان قولوا من اللي كان نقشوا لنيزانية ولا التعديلات هذه من الأمور اللي يتم الحديث فيها لا على مستوى هذا القدر واش كافي المرأة واش كافي يسد الخصاص كذلك فيما يخص الوقع الاجتماعي على هذا الأمور أنا قال لسيد الوزير واحد لكلمة من عنده قالها قال باقي إحنا إحنا كافي يسد الخصوص في البقاء في التعليم تنعني من الأمية وأشياء أخرى مثل هادر المدرسي والانقطاع وكذلك واحد الجملة أمور أخرى ولذلك اللي أساسي إحنا يا لما كتبول إحنا راه نريد إحنا كحزب الاستقلال اللي درنا المعارضة الوطنية اللي كتاخد بعيد اعتبار الوطن والمواطن أولا ليس المسألة ديال منطق المغالبة ولا منطق الموزيدة سيد الوزير واب هذا اللي أساسي ولكني كنعود نقول لك بالنسبة لهذا ديال دعم الأرامي ولكذلك هذا الدعم ما كيعرفوشي النساء نهائيا طيب سيد الوزير إلا من راحي رجاء 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 سيدة سعيدة نقص التواصل بالنسبة للفئات المستهدفة مشكل أصل المشكل أيضا يوجد في نظام المساعدة الطبية رماد أنتم في البداية كنتم تعولون على ثمانية ملايين ونصفا لمليون مستفيد هكذا كان تقديركم في الحكومة انتهيتم إلى قرابة اثنعشر مليون مستفيد بمعنى أن الحكومة نفسها تفتقد إلى المعرفة الدقيقة بالفئة التي تستهدفها هل مقدر عليكم على الحكومة أن تبقى تحمل هذا المشكل مشكل الاستهداف ونقص الاستهداف نقص الرؤية أولا نظام دعم الأراميل هناك عمل تواصلي وإلا لم نكن لنجد أزياد من 90 ألف أرمال حوالي 100 ألف لأن اللي تم استجابة طلبات ديالهم حوالي 90 ألف حوالي 100 ألف قدموا الطلبات ديالهم وكان موقع إلكتروني وكان مجهود تواصلي هذا ما يعني شخصا نزيد ونضعف هذا المجهود تواصلي ولكن اليوم كان واحد المعطى غير ساهم جزئيا يعني هذه خطوة هذا واحد الجزء من الحق ديال الناس وطروة ديال بلادهم مشي بدينة بدينة واحد الخطوات وهذا القضية ديال تعزيز الاستهداف وتوسيعه فاش كان قارنوا الأرقام ما بين 2012 والآن مع قبل 2012 كي بنى الفرق الكبير فهذا السبع سنوات ولله الحمد القضية التي ترتيها ديال الرامد أولا الرقم ديال ثمانية المليون ونسلقناها لأن هذه التوقعات التي جاءت من الحكومات السابقة نحن جئنا في 2012 والبرنامج جير رامد نطلق في البداية ديال 2012 طيب نطلقتهم بثمانية ملايين ونصف ثمانية ملايين ونصف وهذه واحدة المناسبة باش نوجه تحية للأطور الصحية لأن المنظومة الصحية فاش الآن وصلنا الاثناش المليون ونصف الشخص مؤهل للاستفادة هات شيء على أرض الواقع رأس اللي عندنا وحنا باش نجوبك على واحد القضية البرلمان البرلمان كيقوم بدور رأه دار فتحاس لالصندوق التماسكول الشيماعي اللي كعطي الدعم ديالتيسير وكعطي الدعم ديالالأراميل وكعطي الدعم ديالالإعاقاء وكعطي الدعم ديالالراميد نظام المساعدة الطبية وعدنا نهار الاربع ان شاء الله جلسة عامة نقش فيها هاد تقرير ديال صندوق التماسكول الشيماعي والبرلمانيين في النقاش دياله كان إجماع على ضرورة الرفع من المخصصات فقانون المالية تعديل اللي جا وكان عليه إجماع معارضة وأغلبية في مجلس المستشارين وهذا التفاية الدريبة على القيمة المضافة على الأدوية التي كتفوق 580 درام فوق 12 ريال لكلفة ديالها إعفاءها من الدريبة على القيمة المضافة وهذا واحد تعديل جا في مجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه في اللجنة والأشبوع المقبل إن شاء الله رغضين صادقوا عليه في الجسال العلماء 11 مليون بطاقة رامد هل تعني الاستفادة الحقيقية من خدمة صحية ذات جودة أم 12 مليون ورقة الجواب كي يقول أن سيجطوا جطوا المجلس على الحسابات جال البرلمان وعطاه تقرار شحال ديالناس اللي سافدوا اللي عندهم أمراض مزمينة والسافدوا في إطار بطاقات الرامد جوج ديال المليون من أفض 12 مليون باللاتي 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 نكمل لك شحال ديالناس لأن واش كل واش 12 مليون كلهم عندهم أمراض مزمينة طيب راعدنا واحد المئتين ألف أخرى في إطار الكنوبس جوج لمليار ديال الدرهم وعدنا اللي كينين في السنة الساس ولكن أجي نشوفو الكشفات اللي كتعطي المؤشر العام العدد ديالها تجاوز سبعاد المليون في المنظومة الصحية الحالية وهذا العدد دال لأن لان لجي ناخد شحال ديالناس اللي كنتكفلوا بيهم في إطار المنظومة دراميذ من أمراض سكري كتر من 800 ألف شحال ديالناس كنتكفلوا بيهم من أمراض السرطان لقدر الله ونسأله الشفاء للناس أزياد من دموي أزياد من 700 ألف شحال ديالناس اللي تصابوا مرد سل ووقعت تكفلوا بهم في إطار راميذ أزياد من 100 ألف هذه الإحصائيات وراء تقدمات البرلمانيين ماذا تعني؟ كنتكفلوا مجهود وماذا تعني أننا وصلنا المستوى المبتغى لا ولهذا السبب ضعفنا الميزانية الصحة رفعنا الميزانية الصحة في 2012 كانت حواري 11 مليار درهم رفعنا أزياد من 16 مليار درهم طيب واضح سيد جوج العملية التوظيف للموارد البشرية لأن الراميذ ينجح خصوة طباء وممرضين درنا أضخم عملية توظيف قطاع الصحة 1500 في 2017 4000 في 2018 و400 في 2019 في الوقت سأتي إليك وسأنتوسع في نظام المساعدة الطبية راميذ دماء للوزير أنا مؤشرات رقمية على أثار ملموسة واضح من ناحية الصحية لهذه الفئات واضح سيدة سعيدة إتبو علي 12 مليون مستفيد خدمات طبية يقول بأن كل الفئات تقريبا تستفيد وبأنه لكل عمل إنساني النقص طبيعته النقص وبالتالي فالحكومة تجتهد من أجل أن تدارك هذه المواطن النقص السيد الوزير قال التقرير دي المجلس الأعلى للحسابات بشأننا المجلس الأعلى للحسابات أرصد الاختلالات منظمة صحية من الرامد من الرامد وهو واحد الحاجة كيف نبقى نفعله 2012 وما بعده 2012 وما قبله 2012 كان واحد الدستور جديد هو الخلاصة ديال 60 سنة ديال المغاربة من أجل دولة الحق القانون تضمن حقوق لم تكن في دستير السابقة وتضمن آليات للحكامة ولحقوق الإنسان ولثنمية المستدامة وللديمقراطية تشاركية دستور 2011 تضمن كل ذلك لكنه لم يتضمن موارد مالية جديدة للحكومة لا سمح لي لا كي أعطيك إمكانات مش بحل ما كتكونش عندك إمكانات الدستور كي أعطيك القاعدة عليش كتبني لأنه هو المنطلق ما كيمكن لكش واحد الحاجة ما عندك شي في الدستور ما تدير هذا واحد 2012 جاءت كان الرميد تبق على سبيل التجربة في المنطقة تدلاء الزلال ثم بعد ذلك بدأ يتعمم لأن الدولة عندها تعهدات ديالها فيما يخص أهداف 200 لا في الألفية ولا من بعد ومن ضمن منها الصحة الخدمات الصحية كلها التعليم مجموعة الأشياء ولذلك تقدم واحد تقرار وهي اخذت واحد النهج هذا النهج الحكومة التي جاءت تبدأ وتطور فيه فيما يخص الرميد الرميد الآن لا يريد الناس لأن يمشي يدد البطاقة يقرس واحد سلة العلاجة التي يخص تكون لديه ما عنده أنا سأقول لسيد الوزير للأسف الطالب من النظر مات هذه عشرية مريض بالقلب وكان يجب أن يفتح بالنسبة للنظر لا يفتح لم يكن الظروف لن يدخل لكي يجب الفاس لأنه نوع معين العمليات معينة مات إما نقلب الحواج وليس لن يكون شروط معينة في هذه المستشفية أو لا مدى العملية إلا في المستشفى الجامعي بعد أن فات الأول لأنه جاء من النظر ل هذه المنطقة كذلك هذا الرميد الآن ما هي الاختلالات الاختلالات لا يوجد موارد مالية التي تضمن الاستدامة ثالثا ونحن كفريق لدينا واحد المقتضاء لا يمكن أن ما يدبره هو الذي يقوم بالتدبير والذي يقوم بالتصيير في نفس الوقت ولذلك بالخلال هو أنه لا بد من أنه تكون شيئا مستقلة لتدبير هذا الصندوق ولذلك حزب الاستقلال رأجب واحد المقترح من 19 واحد 2018 الوزارة الواصية بقي ما تجوب شمعا شأنه شأن كل مقترحات القوانين لأن الحج الآن شريع محتكر من الأغلبية تريدين أن تقول هكذا لا تحتكره العكس لأن التل أغلبية فيها لطرح هذا تحتكره الحكومة ولذلك أنا بريد ترجع لبدا هذا قال سيد الوزير فيما يخص صحة رجاء رجاء مع الوزير لا أريد أن نتوسع أنا أرى 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 هكذا لقد قمت تدخل لكي ينعدالة في الوقت هذا أتقرر لأعطاء سيد وزير الصحة في هذه المالية يقول استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات ضعفة نسبة الولوج إلى الطب العام 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا سعود الممرضين لكل 10 ألاف مغربي في المستشفيات ونقص حاد في الموارد البشرية في وضع الموارد البشرية إلى غير ذلك إذن هذا وزير الصحة التي يقول معالي الوزير عندي سؤال فقط وأفتح لك المجال لترد هناك من يقول بأنكم كحكومة تسعون إلى من الناحية الشكلية فقط تسعون إلى توسيع مظاهر الحماية الاجتماعية لكل الفئات لكي تبدو الحكومة ويبدو المغرب أمام المجتمع مستوفيا للمعايير الدولية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فقط من حيث المضمون فارغ لا شيء غير صحيح إحنا الذي يهمنا هو خدمة المغاربة ووعيين بحجم النقص أنا كنتم من الأستاذ أذكر واحد المعطى في المسألة الصحية هو الذي تفسر واحد تحديات التي توجهنا ولي وزير السحاب كل شجاع قادوا البرلمانين ولي هو نسبة التعطير الصحي المعدل العالمي هو 4 ونص ديال إطار طبي لكل الألف لا الألف كل ألف مواطن عشرة ألف مواطن أو عشرة ألف مواطن تفضل إحنا بالنسبة إلينا يلا في الطبيب ونصف بمعنى إحنا أقل من المعدل العالمي بجونج مرات خير قليل جدا من الوقت طيب ما العمل الآن العمل هو أولا تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة ولهذا في الوقت كانت توضيف حدود 800 في السنة الآن نتقلنا إلى 4 ألف 2018 و4 ألف سنة المقبلة ثانيا سياسة دوائية بحيث تم تخفيض الأتميلاد لحوالي 2000 دواء وهذا السنة ما بين 2017 2018 إلى 27 دواء ثالثا اعتماد واحد سياسة طموحة في إطار توفير الموارد المالية للرامد النظام الرامد لكي يشغل خصو على الأقل واحد جوج المليار دواء هذا في التوقعات هذه السنة في قانون المالية زدنا في المخصصات المالية دواء ثم درنا الإجراء الكبير هذا كالتزام مع المغاربة دواء أنه نظام تغطية صحية للمهل الحرة لأجراء الناس لديهم طاكسيات في الفلاحة يعني ناس مستقلين ميان حرة وهذه شرائح تشكله عشرات المليون صادقنا على القانون ديالهم والمراصيم ديالهم وقد يمدعوا العملية ديالتطبيق أيضا في النظام للحماية الاجتماعية لأنه بالنسبة إلينا في الدعم لا الوقت أراد أنت انتهى وقت البرنامج تقريبا في عشرين رجاء رجاء انتهى وقت البرنامج رجاء فهناك وهذا واحد شيء مهم أن المغرب كبلد بغي يدير سياسة حماية قوية كتستهدف كل فقراء وكل فئة لهشة هذه السياسة بدنا خطوات فيها نحن واعين بالتحديات المتبقية ولهذا اشتغلنا على كل محور محور وضعنا له ميزانيات وبدنا في العملية ديالتطبيق وبدنا كنوفيه بالالتزامات وهذا السبع سنوات ستطعنا فيها نحق إنجازات معتبرة ولكن بالنسبة طريق ما زال طويل وما زال خطوات سيد مصطفى خالفي الوزير المنتدف لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان جزيلا لك على كل هذه التوضيحات أكيد الموضوع متشاعب ويستحق حلقات إضافية السيدة السعيدة يتبو علي عضو لجنة تنفيذية الحزب الاستقلال رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب سكرا جزيلا لك لحضورك وعلى ساعة صدرك وكل التوضيحات المصرية لهذه الحلقة مشاهدين الكرام إلى الحلقة المقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة